مصدر قانوني قال مصدر قانوني أن بنك الدوحة ومقمين في قطر متهمون بالتسبب في أضرار جراء دعمهم للإرهاب وهو الأمر الذي يؤكد صحة موقف الدول الداعي لمكافحة الإرهاب السعي إلى تقويد المساعي القطرية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة في كل يوم تتكشف المزيد من التفاصيل والشواهد عن الدعم اللامحدود الذي تقدمه الدوحة للجماعات المتطرفة ناهيك عن استخدام مصارفها وبنوكها في عمليات التمويل حتى باتت تلاحقها العديد من الدعاوى القضائية حول العالم وهو ما يؤكد أن قرار المقاطعة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قرار صائب من شأنه أن يقوض الممارسات القطرية السلبية حقيقة الدعم القطري للإرهاب لم تعد قائبة بل تتضح أكثر مع ظهور أدلة جديدة تؤكد ما سبق فيؤكد مصدر قانوني ويقول إن بنك الدوحة ومقيمين في قطر متهمون بالتسبب في أضرار جراء دعمهم للإرهاب ويضيف المصدر قائلا إن شقيقين اثنين يقيمان في قطر تم اتهامهما بدعم جبهة النصرة ويذكر أسماؤهما معتز ورامز الخياط ويشير المصدر القانوني لأن دائرة الاتهام شملت بنك الدوحة الذي سهم دعمه لجبهة النصرة في ارتكاب جرائم في سوريا هذا التصريح يعيد للواجهة مجددا ما كشفته صحيفة التايمز لبريطانية في أغسطس الماضي أن بنكا قطريا وهو بنك الدوحة الذي يملك مكتبا في لندن يواجه اتهامات بتحويل أموال إلى جماعة إرهابية في سوريا وفقا لدعوة قضائية تنظر أمام المحكمة العليا في لندن هذه الاتهامات وغيرها الكثير تؤكد صحة الموقف الرباعي تجاه نظام الدوحة في حماية أمنها القومي كما وتؤكد أن معتنقي الإرهاب والفوضى دائما ما يجدون ظلتهم في الدوحة فخبرتها التراكمية في رعاية الإرهاب جعلت منها مركزا لإدارة العمليات الإرهابية من خلال تقديم خدمات مالية وعلامية وإقامات شرعية لصناع الفوضى مهما كانت توجهاتهم المتطرفة ترجمة نانسي قنقر